موسيقى كل شيء يدوا في المغرب حتى كورونا قاع برأسها ربما قد يوجد لها الدواء إلا واحد اللي ما عنوش الدواء وهو الحكومة دي السعدة دي العزمان علاش لأنه إحنا مني كنشو شفو ده بالآن الوضع الراهن في المغرب ولا في العالم كله كالقوة واحد لانشغال بل واحد الرعب بالجائحة دي الكورونا والانشغال الرئيسي للأسف الشديد دي الرئيس الحكومة والوزراء دياله عندنا هو أنه في نغند وزور الكونجي الكونجي ديالنا بحل لأنه يعني ربحنا الريهان وبقاوالو إلا أن السيل العثماني والوزراء دياله يفكروا في الغيادة وزور الكونجي طب تحلحنا ملمان دخلوا في هذا النقاش البيزنطي واش المسؤول الحكومي في المغرب ولا في العالم من حقوق يأخذ العطلة أو لا لأنه المسؤول السياسي منك يختار هذا الاختيار يعني الحياة العامة ما كتوقفش دائما كتحتاج القارة، كتحتاج التحكيم كتحتاج لواحد إنسان إطرنشي في السياسة العمومية ولكن إحنا الآن نعيش في واحد الحرب كيف قلنا قبلها ضد الفيروس الكورونا وضد التابعات السلبية اللي خلفها بالركود اقتصادي من بطالة من أن الناس عيشة في واحد خلق وواحد رعب وبأن الحكومة يعني بدل ما ترفع المورال للأطيبة والممردين والأطار الصحية وكل الناس الذين يعملون في الصفوة الأمامية ضد كورونا كلقوا بأن وزير الصحاك يتعامل معهم بحل أنهم حشرات يعني وكيقرر في رمشة عين وبدون استشارة أنه يوقف العطلة للأطيبة الناس يمشون كل يمشون الخنفراء كل يمشون الحد كورت كل يمشون الصويراء كل يمشون الطانجاء كل يمشون الوجداء كل واحد في المشاء وبدون استشارة هذه الهيئة النقابية ديهم واللهيئة الملانية ديهم تعودوا كل الأطيبة والأطار الصحية رجعوا رجعوا تخدموا وهنا يعني هذا القرار الارتجاري لإخداء واجهر الصحر يحتملوا قراءتين إما أن الوضع الوبائي جد خاطئة في المغرب يستدعي أننا نعودوا رجعوا الناس للواجهة وإما أن هذا الوزير يعني كما قلنا يعني ميزاجي ولو أننا نميلو إلى الطرح الثاني دي الميزاجية لماذا؟ لأن من هارجا هذا الوزير خليد طالب الوزارة الصحة وبكيصحاب لي بحل المغرب ضربها قنبولة نووية يعني كل شي خيب كل شي فاسد كل شي شفار كل شي بزناز كل شي ما عندوش لغيرة على البلاد إلا هو جابشي بين المغرب ويقادو كذلك لآخره وهذا قيمة دي الغرور وقيمة دي الأنانية بدليل أنه في ضرب 7 شهر يعني مهار تعين الوزير أي الطالب وهو كي يخد في قرارات ارتجالية وبدل ما يدرب الطابلة ويقلب مثلا طاولة على الحكومة منك كي تصيب يعني القانون المالي التعديلي باش ياخد الفلوس وياخد الموارد وياخد الإمكانيات ومناصيب الشغل في القطاع الصحي القيناة كي تبرد فقط على الأطباء وعلى الممرضين وعلى التقنيين في الوزارة ديالو وفي ضرب 7 شهر كما قلنا هو هذا الوزير إعفق تقريبا 32 مسؤول سامي ما بين مندوب ما بين مدير مركزي ما بين مدير مستشفى إلى آخره وهذا الإسهال اللي أخداه الوزير في إعفاءات خلقت واحد الحالة دي لا استقرار مهني في القطاع دي للصحة لدرجة أنه الآن حسب المعلومات التي تناهت إلى علمنا سواء في الوطن الآن أو في أنفاس بريس أن مجموعة من الأطور أصبحوا يرفضون التقدم والترشوح لتقلد المسؤولية لإدارة مندوبية أو لإدارة مستشفى أو لإدارة مديرية مركزية لسبب بسيط وأنه يعني الوزير يؤمنه بشعار ديالي طلعت تاكل كرموس نزيل شكو نقولها لك لأنه غدغ يتعين المسؤول وغدتني الوزير غد يقول الله أنه غدين نحيدك وهذا خطير على السير العام ديال المرفق واللي تيقصدي بأنه اللي يخص يتحييد ماشي هم هد المندوبين وهد المضارع بل اللي يخص يتحييد هو هد الوزير هو الرئيس ديال الحكومة دياله اشتركوا في القناة